أعرب أسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أمثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن بالغ سعادته بمواصلة رياضة الهجن تحقيق الإنجازات البحرينية في المحافلة الخارجية بعد أن حصد رمز المركز الأول في مهرجان أم القوين لسباقات الهجن في نسخته السادسة عشرة على ميدان اللبسة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إضافة إلى حصول أسد على المركز الثاني وأكد أسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن رياضة الهجن البحرينية سجلت إنجازات عديدة في الفترة الماضية بفضل اهتمام ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وحرص جلالته على مواصلة دعم رياضة الهجن لترسيخ القيم والتقاليد العربية الأصيلة والمحافظة على هذه الرياضات التي تعتبر إحدى الرياضات العريقة في الموروث الشعبي مبينا سموه إلى أن دعم جلالته يعتبر نبراسا للأجيال القادمة ودافعا للمزيد من الإنجازات وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن مهرجان أم القوين لسباقات الهجن يعتبر إحدى السباقات العريقة التي تشهد مشاركة واسعة واهتماما كبيرا من الملك مبينا سموه أن هذا الإنجاز سيكون حافزا للمزيد من النجاحات في الفترة القادمة وجاء فوز رمز بالمركز الأول في شوط لسن الحقائق مسافة ثلاثة كيلومتر الشوط الثاني وحصل على الخنجر بعد تفوقه بشكل واضح منذ انطلاق الشوط وأنهى سباقه بزمن وقدره أربع دقائق وتسع وعشرين ثانية وثلاث أجزاء من الثانية